خطة طوارئ شاملة لمواجهة موسم الأمطار المقبل والإجراءات الإصلاحية لمعالجة ضرار الموسم المنصرم اطلعت عليها لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار البرلمانية المعالجات تضمنت حلولا دائما وأخرى سريعة وعاجلة نحن نتابع هذه الأعمال وهذا التغرير ليس المسألة والله نقدمناه التغرير وانتهى دورنا لا المسألة هي أنا أعتقد اليوم جزء من العلاج هو المتابعة المتابعة ومراقبة هذه الأعمال حتى بعد ذلك إذا أتينا نحاسب نحاسب على بناء الأعمال وعلى توصيات وعلى كلمات وجهناها للمسؤولين تعويضات المواطنين المتضررين من تداعيات الأمطار قسمت إلى ثلاثة أنواع متعلقة بالإنشاءات والسيارات والمقلات الخاصة السيارات في قسمة إلى قسمين الضرار قل من ثلاثة تلاف دينار وهذه تقريبا أكثرها الدفع ما يقارب خمسمائة حالة دفعت وهناك ما هو فوق ثلاثة تلاف دينار هذه الآن في طور الانتهاء منها ويعني تقريبا صنفت هذه الأموال كم المبالغ أحيانا تبديل السيارة بالكامل ويجتمع في هذا المرور مع الجمارك فتقدير هذه الأضرار تقريبا للسيارات كذلك قريبا ينتهي لجنة التحقيق البرلمانية أوصت بضرورة عدم تسليم الشركات عقود جديدة أو دخول في المناقصات إلا بعد إتمامها للمشروع المتعثر مؤكدة ضرورة سرعة المحاسبة وتعويض المواطنين لتعجيل عملية الإصلاح لتلفزون المجلس طارق السهو